السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعة في قناة انفينيتي ليرن اكاديمي ومعكم محمود حنفي وان شاء الله النهاردة هنبدأ شرح التكامل للصف الثاني عشر لفصل دراسي الثاني اول شي طبعا لازم نفهم يعني ايه كلمة تكامل طبعا احنا بفصل الدراسي الاول درسنا شي اسمه التفاضل او الاشتقاق التفاضل او الاشتقاق تعالوا نفتكر يعني ايه تفاضل يعني ايه اشتقاق لو انا مسلا عندي الدلة قاف سين بتساوي خمسة سين زائد تلاتة دي دلة لو انا عايز اعمل لها اشتقاق فبسميها مسلا قاف شرطة سين تساوي الخمسة سين لما باجه اشتقها بتكون ايه خمسة والتلاتة لما باجه اشتقها بتكون صف يبقى مشتقة القاف سين الخمسة سين زائد التلاتة مشتقتها خمسة طيب هذه الدلة المشتقة لو انا عايز ارجعها لاصلها عايز ارجعها لايه لاصلها فهذه العملية اللي انا هعملها تسمى تكامل العملية العكسية للتفاضل تسمى تكامل يعني انا مثلا هافترض النقاف شرطة سين دي هي مثلا هنسميها دالسين دالسين بتساوي خمسة يبقى انا مثلا دالسين بتساوي خمسة وقال لي اوجد الدالة الاصلية لدالسين اوجد الدالة الاصلية يعني ايه اوجد الدالة الدالة الاصلية او يعني ايه اوجد الدالة المقابلة لها اسم اخر الدالة المقابلة معناها بفترض انا ان الدالة سين دي هي كانت Herz اشتقاقها. وانا دلوقتي عايز ارجع للدالة الاصلية اللي تم اشتقاقها عشان تصبح خمسة. فهفترض ان الدالة المقابلة اسمها قاف سين. اللي هي الدالة الاصلية يعني. وانا عايز ارجع الخمسة دي لاصلها. طيب الخمسة سين دي. الخمسة دي قبل ما تشتق كانت ايه? قبل ما تشتق كانت خمسة سين. لان مشتقط الخمسة سين خمسة. طيب هل خمسة سين بس? لا. انا ممكن احط هنا مسلا سبع يبقى مشتقط الخمسة سين بخمسة مشتقط السبع بصفت او ممكن احط رقم غير السبع ممكن احط مسلا رقم اخر ممكن احط ثلاثة او ممكن احط اربع او ممكن احط اي رقم وبرضه هيكون مشتقط وصفت فعشان كده بدلا ما نعود نحط ارقام ونتعب نفسنا هنحط رمز ونقول عليه ثابت الثابت ده له اي رقم ممكن اضعه هنا وده معناه ان يوجد دوال مقابلة كتير جدا لدالة السين بتساوي خمسة مش ده واحدة بس ده دوال كتيرة جدا وعشان اتخلص من الموضوع ده فبنكتب كلمة ايه ثابت عشان كده احنا بنكتب الثابت يبقى الثابت سبب كتابته لان في ارقام كتيرة جدا لو اشتقيتها هيعطيني صف فاصبح الخمسة سين مشتقطها خمسة والثابت مشتقطه صف يبقى انا كده حليت المشكلة وقدرت اكتب جميع الدوال للمقابلة لدالة السين طيب كلمة الدالة الاصلية او الدالة المقابلة هنبدأ نرمز لها برمز جديد اللي هو رمز علامة التكامل تمام او رمز عملية التكامل ايه هو رمز عملية التكامل مسلا انا عايز القاف سين اللي هي الدالة المقابلة فبقول ان القاف سين هي تكامل الدال سين بالنسبة للسين فانت لاحظت معايا هنا ان انا ضفت علامة هذه العلامة بتسمى علامة التكامل فالرمز اللي احنا رسمناه ده هو علامة التكامل وهذه العلامة او ده السين اللي مكتوبة هنا دي معناها الرمز المكامل بالنسبة لي او احنا هنكامل بالنسبة المين يعني انا دوقتي هكامل هنا بالنسبة للسين بالنسبة لسين ممكن اكامل بالنسبة الصاد او بالنسبة العين او بالنسبة اي رمزة اخر يبقى انا معاي علامة التكامل ومعاي الرمز اللي انا هكامل بالنسبة لي تعالوا ده وقت ندرس قواعد التكامل. قواعد التكامل. عايزين نحط قواعد عامة قدر يعمل بها عملية التكامل بكل سهولة. مسلا قال لي اوجد ناتج مايلا. رقم واحد مسلا قال لي اوجد تكامل تسعة دالسين. يعني ايه تكامل تسعة دالسين? يعني انا عايز اكامل الرقم الثابت ده. وكل بساطة زي ما اتفقنا هنقول التسعة تكملها تسعة سين. وطبعا لازم نحط ايه? الثابت عشان نجيب جميع الدوالة المقابلة لهذه التسعة. طيب لاحظته التسعة تكملها تسعة سين. يبقى المضوعة سعلى جدا. اي ثابت او اي رقم هنا همضيف له السين. طيب لو كان مسلا تكملها بالنسبة لصات هاي بقى تسعة سات. بالنسبة العين هاي بقى تسعين وهكذا. طيب تعال نشوف سؤال اخر. مسلا تكامل تلاتة سين. مسلا دالسين. آه تلاتة سين. يا طيب التلاتة سين دي كانت في الاصل ايه? لو تفتكروا عملية الاشتقاط. مسلا لو انا بشتق سين تربية. كنا بنشتقها ازاي? لو انا عايز اجيب لها المشتقة. يعني مسلا دي دال سين. بتساوي سين تربية. وانا عايز اجيب المشتقة ليه دال شرطة سين. كنت بنزل الاتنين هنا. يبقى اتنين سين. وبكنت بنقص من هذا القص واحد. يعني واحد. صح ولا لا? يعني انا كنت بنقص من القص واحد. آه. يبقى العملية العكسية. القص ده عشان يرجع للقص الاصلي لازم ازوده واحد. يبقى انا لما كنت بنقص واحد لازم ازوده واحد. طيب بدل ما كانت آآ سين واحد هتبقى اتنين سين اتنين. هل كده انا وصلت للصورة اللي هي سين تربية? لا. مازال هنا في رقم. طيب لو انا قسمت على هذا الرقم اللي هو القص اللي موجود. هتروح الاتنين مع الاتنين يتبقى لسين تربية. طيب تعال نشوف واحدة كمان. يعني مسلا ده سين تساوي سين تكعيب. عشان اشتقها طبعا المفروض ان انا هقول ايه? هقول ده لشرطة سين تساوي تلاتة سين تربية. طبعا التلاتة نزلت ونقصت منها واحد يبقى اتنين. طيب لو انا عايز ارجعها الاصلة برضو هزيد هنا واحد هتبقى تلاتة سين تكعيب. طيب واقسم على كام? هقسم على القص الجديد يبقى التلاتة يبقى التلاتة تروح مع التلاتة. اه يبقى احنا كده هنستخرج قاعدة مهمة جدا جدا. هي ايه? هي ان مثلا لو انا عندي ده لسين بتساوي سين قص نون. وانا عايز اكاملها. عايز اعمل تكامل لسين قص نون بالنسبة لسين. كل اللي انا هعمله هزيد القص واحد يعني نون زايد واحد. واقسم على القص الجديد لو نون زايد واحد برضو. واحط هنا ايه ثابت. يبقى الفكرة كلها ان احنا بنزيد القص واحد وبنقصم على القص الجديد. طيب تعالوا نشوف مسلا انا عندي تلاتة سين هي. بكل بساطة ازيد القص واحد هي كانت سين قص واحد اخليها سين قص اتنين. واقسم على القص الجديد يبقى على اتنين. واكتب هنا ايه? زايد ثابت والمسألة تحلت. طيب تعالوا نشوف مسألة اخرى. تكامل مسلا اربعة سين تربيع زايد. تكامل اربعة سين تربيع زايد خمسة سين مسلا. بالنسبة لسين. برضو نفس الشيء ايه تكامل الاربعة سين تربيع? هنزيد القص واحد يبقى اربعة سين تاكي. واقسم على القص الجديد يبقى اربعة على تلاتة. زايد. دي كم? خمسة سين. السين قص واحد هنزيده واحد يكون السين قص اتنين. ونقسم على القص الجديد يبقى على اتنين. زايد ايه? زايد ثابت وخلصنا المسألة. يعني الموضوع بسيط جدا. طيب خلونا نشوف حاجة تانين. دلوقتي مسلا لو جاء لي السين تكامل مسلا وجد. ناتج مسلا تكامل سين قص سالب تلاتة. احنا ضربنا على القص الموجب. ما فيش اي مشكلة فيها. تعالوا نضرب على القص السالب. لما اجزيد القص السالب ده واحد. يعني مسلا سالب تلاتة دي. عايز ازيدها واحد. هتكون الاجابة كام? هتكون الاجابة سالب اتنين. ليه? ان الاشارات هنا مختلفة. يبقى المفروض ان انا اطرح مش اجمع. يبقى هنا تكون سين قص سالب اتنين. ونقص مع القص الجديد. اللي هو سالب اتنين. ونكتب هنا زايد سابع. عايز ازبط المسألة دي شوية. طبعا اه السين قص سالب اتنين هنا. ممكن اخليها سين قص اتنين. بس في الحالة دي لازم تنزل في المقار. يبقى نحط واحد فوق. ونكتب سالب اتنين سين قص اتنين زايد سابع. يبقى كل اللي عملناه ان القص السالب ده عشان يتحول له موجب لازم ينزل تحت. طيب تعالوا نشوف مسألة اخرى. دي رقم واحد. نشوف رقم اتنين. مسلا سين قص نص ده السين. هنا انا عايزة كامل الكسر. سين اه يعني القص هنا كسر. مش القص برضو سالب ولا صحيح. اه ولا موجب. عايزين نكامل سين قص نص. النص هنا ايه? كسر. طيب ازاي كامله الكسر ده? بسيطة جدا. عايزة زيده واحد. طيب اه لازم اتضرب ازاي ازيده النص ده واحد. تعالوا هنا معي كده. النص عايزة زيده واحد. عندي طرق كترة جدا. اول خطوة طبعا ممكن اواحد مقامات. يعني مسلا الواحد ده كان اصلا اتنين على اتنين. صح ولا لا? يبقى المقامة واحد الاول اتنين. واجمع واحد زيد اتنين يتني كام? تلاتة. ادي اول طريقة. دي اول طريقة. ممكن تاني طريقة. مسلا ممكن اقول نص زايد واحد. في واحد يقول لي بواحد ونص اقول له صح. وبعدين اصرف الكسر يبقى واحد ضرب اتنين. ونزيد عليها الواحد اللي فوق في البسط. يبقى واحد ضرب اتنين باتنين زايد واحد تلاتة. يبقى تلاتة على اتنين. دي برضو طريقة. في طريقة كمان. ودي سهلة. النص عايز تزيده واحد. صح? وكل بساطة اجمع البسط والمقام. واحد زايد اتنين كام? تلاتة. يبقى تلاتة على اتنين. يبقى انا كده عارفت ان انا لما زيدي واحد يبقى على طول القس هيكون تلاتة على الاتنين. لنجمع واحد زائد الاتنين تلاتة يبقى تلاتة على اتنين. يبقى ازاً سين قس تلاتة على اتنين. حال. طيب الحين انا عايز اقسم على تلاتة على اتنين. طيب بدل ما اقسم على تلاتة على اتنين وتكون المسألة طويلة شوية لتحت. ممكن اضرف في المعكوس الضربي. يعني اضرف في اتنين على تلاتة. بس كده. وتكون الموضوع اسهل. واكتب منها زائد ايه? زائد ثالث. يبقى انا دوقتي عشان ازود الكسر بسيط الموضوع. بس كل للحكاية ان انا الاول اجمع عليه واحد ان انا اجمع البصل والمقام بكل سهولة على المقام وبعدين اقسم على القس الجديد والطريقة بتاع الكسر اسهل ان انا اضرب في المقلوب او في المعكوس الضربية. طيب تعالوا نشوف مسألة تانية ونشوف كيف هنتعامل معها. فقم تلاتة مسلا تكامل الجذر التكعيبي لسين قس اربعة مسلا. ده لسين. هنا الجذر لازم حولوا الى قس. زي ما تعلمنا قبل كده. السين زي ما هي وهناolas اللي جوه على الدليل اللي برة. يعني اربعة على تلاتة. وهنا ده لسين زي ما هي. بعدين اعمل عملية التكامل. هنزيد الاس واحد. دي اربعة على تلاتة نجمعهم اربعة زائد تلاتة كام سبعة. يبقى سبعة على تلاتة. ونكتب هنا زائد سابط. طيب احنا نسينا نضرب في المقلوب الضربي. اللي هو تلاتة على سبعة. تمام? يبقى احنا الآن تعرفنا. ازاي نتعامل مع السالب ومع الكسف ومع الجذور. تمام? خلونا نشوف حاجة تانية. ايه رأيكم لو انا مسلا اتعامل مع الاقواص مسلا. اوجد تكامل سين زائد تلاتة قصة اتنين مسلا. والله هنا القصة اتنين صح? واحنا ماخدين الطريقة الفك بتاع القصة اتنين بكل سهولة. ازاي? ان انا اضرب الاول في نفسه يبقى سين تربية. بعدين اضرب التاني في نفسه يبقى تلاتة في تلاتة بتسعة نخلها بعيدة شوية. بعدين نضرب الاول في التاني في اتنين يعني اتنين في تلاتة بستة ستة سين. يبقى هنا نكتب ستة سين. ونكتب هنا ده السين. بعدين خلاص بما هنا نفكناها هنكملها بالطريقة العادية جدا. اللي هي ايه? اللي هي تكامل سين تربية زيد القصة واحد تكون سين تكعيب على تلاتة او نكتب هنا تلت برحتك يعني. عايز تكتب على تلاتة او نكتب تلت الاتنين صح. برضو زائد ستة سين تربية. طبعا هنزيد بقصة واحد بدل ما سين قصة واحد تكون سين قصة اتنين. ونقسم على اتنين. تمام? زائد التسعة طبعا ده عدد سابت هنحط له تسعة سين. وفي الاخر نكتب ايه? سابت. تمام? عايز تزبط مسألتك ممكن تكتب تلت سين تكعيب. وستة على الاتنين هنا فيها التلاتة سين تربية زائد تسعة سين زائد سابت. دي الاقواص. ممكن افق الاقواص لو متاح لها فك الاقواص. تمام? برضو نفس الشيء لو في مسألة محتاجة ان انا اقسم مثلا يعني سين تكعيب زائد خمسة سين على سين. ازاي اكاملها دي? المفروض ان انا نقسم الاول. تمام? يعني تعالوا نقسم الاول. اه السين تكعيب على سين تديني ايه? سين تربيع. زائد خمسة سين على سين تديني ايه? خمسة. وبعد ما اسمت ممكن الحين اكامل. اه تكامل السين تربيع هتكون سين تكعيب ونقسم على القس الجديد يبقى تلت. زائد تكامل الخمسة بيكون خمسة سين. وفي الاخر بنحط ايه? ثابت. يبقى التكامل العملية بسيطة جدا بتعتمد على فكرة ان انا بزيد القس واحد واقسم على القس الجديد. ولكن او المسألة مسلا فيها قصور او فيها سالب او فيها جذور او فيها اقواص او فيها قسمة احاول ان انا ارتب مسألتي قبل ما اعمل عملية التكامل. وبعدين اعمل عملية التكامل. تمام? اه بكده ابقى خلصنا شرح قواعد التكامل اللي انا ممكن استخدمها. انتظرونا طبعا في الفيديو القادم ان شاء الله هنشرح المعادلات التفاضلية وكيفية حلها. وهنستمر ان شاء الله في السلسلة. بس طبعا محتاجين الدعم ان انتو تعملونا لايك وشير للحلقة بحيث ان كل الناس تستفيد منها. وطبعا ياريت تكتبوا تعليقات على الحلقة باي شيء انتو عايزينه. مثلا اي تعليقات اه كانت اه مسلا داعمة لنا بحيث ان احنا نقدر نغير من الشرح. لو فيه مسلا الشرح سريع شوية او بطيء شوية. او مسلا انتو عايزين نوعية معينة من المسائل. او انتو عايزين اسئلة معينة نشرحها. انا طبعا معاكم بازن الله. والموضوع ده اه مستمر بازن الله على مدار الفصل الدراسي كله. واي معلومة انتو تحبوها اكتبوها في التعليقات. وطبعا ما تنسوش تعملو اشتراك في القناة. وارجو ان يكون الفيديو نالعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.